أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبي قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجار وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم بمصاب آل الله مصائب آل محمد بقربان آل محمد والمقدمة لمحظر الحق المتعال هذا القربان ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم عليهم السلام وهكذا تطل أيام محرم الحرام ليتمم بها المؤمن عنوان عبوديته بالبكاء على الحسين والحزن على حضرة زينب الكبرى المليكة الحاملة لرتب الوجود والمسكتة للعيال والأطفال والأيتام وكل من لم يصل وكل من فقد محمد وآله لأنهما هما أبوا هذه الأمة كان يتيماً على مائدة حضرة زينب صلى الله عليه وسلم وعليها أيام محرم أيام العبودية لأنها أيام المعرفة كما يقول إمامنا الصادق صلى الله عليه وسلم وكيف يعبد الله من لم يعرفه ويقول إمامنا الباقر صلى الله عليه وسلم بنا عرف الله بمعنى أن كل ما تتصورونه عن الله هو مخلوق لعقولكم نحن الذين رفعنا عنه التشبيه ودللنا على حقيقته وأثبتنا من خلال ما تلونا عليكم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بأيام محرم من الحرام تتم العبودية لأنه يتم فيها المعرفة وكم من سائر في طريق لا يزيده كثرة السير إلا بعدا هناك أقوام يتصورون أنهم يخدمون الله سبحانه وتعالى لكن في حقيقته الله سبحانه وتعالى يحشرهم في جهنم ويعتبرهم أنهم خدام أعدائه وليسوا خدام الله جاءت هذه المعرفة لتكون هي الموازين الحق بها يقاس الحق فيتبع وبها يقاس الباطل فيجتنر تحب من أحبه وتبغض من أبغضه فحين ذلك يمكن لك أن تدعي أنك على طريق الحق وأنا عبرت في الليلة الماضية أن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في غيبة إمام الزمان يبكي لبلوى المؤمنين وليس البكاء العادي بل بكاء الثكلة بل بكاء الذي تنتفخ فيه أوداجه بل البكاء الذي يجلسه على الطراب ويأن ويحن وغير ما وصفنا هو الذي يضيفها أنها بكاء للمؤمن لأنه في زمن الحيرة كيف يصنع وبماذا سيقع هل سيقع بمشاكل خراب الدنيا أم أنه سيقع في الضلال الذي يخرجه من دار الدنيا لا دنيا له ولا آخر له وقد ذكرنا ومن أضلها فقد قتلها يبكي على المسكين المؤمن كيف ستتلاعب به الأهواء وكيف من سيأتي إلى دار الدنيا ليعمل بهواه بسبب جاه وغيره وقد نصب إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه عنوان العلماء الذين قد خالفوا أهواءهم مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه لكنه علم أن هؤلاء لن يحسموا أمر المضلين ولن يستطيعوا لأن الناس ستتشاكل معهم ويبكي صلوات الله وسلامه عليه أن هذا الهوى سوف يوصلهم إلى خروجهم من الولاية لآل محمد وهذه البلوة التي أحزنته وقد قدمنا ما كان بكاءه سيدي غيبتك نفت رقادي نفت رقادي وضيقت علي مهادي إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يعلن عن كوفة آخر الزمان لأنه يصف هذه الحقيقة أنها ستكون في آخر الزمان وليس في أول الزمان وهذا البكاء الذي بكاه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه لمعنى الولاية لأنه قد يأتي أقوام يدعون الولاية ويعملون بغير فروعنا وهو ما تعلق بفروع غيرنا وقد يأتي من ينكر أصل الولاية ويتقلط بعض الفروع لا أن هذا يتم بهذا وهذا يتم بهذا ولذلك حضرت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعلن عن هوية هذا الضياع أنه سيخرج في آخر الزمان من ولد فاطمة دجالين كثر وأول هؤلاء الدجالين دجال من البصرة يدعي أنه مني وليس مني إمامنا هذه شعار صغير وهناك رايات ستتحد مع بني أمية وتقوم بدعامة بني أمية حتى نلتفت إلى أن الذي حذر منه وأبكى جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه هو عنوان تضيع الموازين انظر إلى ماذا يقول حينما قال وتأملت منه أي من الجفر مولد المهدي صلى الله عليه وآله وغيبته وإبطائه وطول عمره وبل والمؤمنين في ذلك الزمان وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته وارتداد أكثرهم عن دينهم يعني عن ولايتنا يعني عن تشيعنا يعتبر أن هناك ارتداد وهذه حقيقة أيها الأخوة يجب أن نوقذ لها كل مشاعرنا يجب أن نستنفر لها كل قوانا هناك أمور قد حدثتها ليست هذه الرواية فحسب كل الروايات تقول والله لتميزن ثم لتمحصن ثم لتغربلن حتى لا يبقى إلا الندر أو من صفى إذا أردت النجاة في الآخرة انظر كيف تنجي نفسك بحديث آل محمد في الدنيا إمامنا صلوات الله وسلام عليه يعلن أن هناك أهواء ستخرج وأن هناك دجالين ستخرج وأن هناك أناس من ولد فاطمة سيقومون بدعامة بني أمية وأن هناك مظلين وأن هناك مفتنين والبكاء على المسكين الذي يغتره بعمامة ما حتى يقول أن هذا ممن يجوز السير ولا لأنه من ولد فاطمة نحن عبرنا في الجلسة الماضية أن إمام الزمان صلوات الله وسلام عليه وضع الميزان عندنا في زمن الغيبة هو عنوان مخالف لهواه مطيع لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه وقلت أنا أن ما يتمثل هذا بولي أمر المسلمين وبالمراجع الكرام الذين تسالمت عليهم كل العلماء لكن غيره كيف يجوز لك أن تتبع هذا وهذا وربما لا يكون على رأسي عمامة وربما يكون حليق لحية وربما يكون والعياذ بالله شارب الخامر وكم من مدعي والعياذ بالله البابية وكم من مدعي أنه ابن للمهدي وكم من مدعي أنه ممثل أنا أعلن يا شيعة آل محمد أن ممثل إمام الزمان صلى الله عليه وسلم عليه هو من نصبه إمام الزمان في حديثه فارجعوا فيه إلى رواة حديثنا وهذا هو النجاة واحذروا من الرايات القادمة احذروا ممن غدا يدعي وصلا بإمام الزمان ويقول عنه أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه أنا منه بريء ليس مني وهو يحذر حينما أتحدث أتحدث عن التشيع بكل شعاراته وإذا كان شيء فيه غلط من هذا الكلام روح صلحه خليك تنجى بدار الدنيا خليك تنجى بالبرزخ ولذلك ورد في الكافي نعم عن نعيم الصحاف قال سألت أبا عبد الله عن قوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن دير بالك لتفهم شو معنات كوفة آخر الزمان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا تعال شوف وين الكفر ووين الإيمان وكيف الله سبحانه وتعالى وحده يمكن تقول طبعا أنا بصلي بصن كيف بدي يصير كافر لا يا حبيبي يبما تقف في الصلاة والصوم وأنت لا تصلي لله ولست عابدا لله الرواية التي سأذكرها هي دليل على ما سيأتي يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يقول في تفسيري فمنكم كافر ومنكم مؤمن فقال عرف الله عز وجل إيمانهم بولايتنا أو بموالاتنا وكفرهم بها يوم أخذ عليهم الميثاق مو بأول الزمان يا حبيبي لذلك الشرك هو شرك في ولاية فيما يأمر الإمام يمكن تشرك بهواك يمكن تشرك بأصنام يمكن تشرك بعجل يوم أخذ عليهم الميثاق وهم ذر في صلب آدم وسألته عن قول الله عز وجل أطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين قال أما والله ما هلك من كان قبلكم وما هلك من هلك حتى يقوم المهدي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في ترك ولايتنا وجحود حقنا وما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا حتى ألزم بقاب هذه الأمة حقنا والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم إمامنا الصادق صلى الله عليه وسلم يقول عن المنكرين كفره وعن المغالين كفره وعن المقصرين لم يؤدوا حق الإمام شاركوا في دمنا أيها الأخوة الأعزاء تعالوا حتى لا نشارك في قتل الحسين بن عليه صلى الله عليه وسلم لأن المقصرة هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب كيف قد تتصور أن هذا أمر عجيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأمير المؤمنين يا علي إن لم يجتمع حولك أربعين رجل فلا تقم بالسيف ذهب عليه وطرق الأبواب وحمل معه سيدة النساء وحمل الحسن وحمل الحسين ولو اجتمعوا أربعين ما قتل الحسين ما يفكر حاله المقصر أنه لم يشارك في دم آل محمد لو لبوا علي بن أبي طالب وما صاروا يعتذرونه ما بيعنا أبل شو هالشرف يعني اللي راح تضيعه أنا بيعت أبل والله ما بيعت شوف بيعتك على الحق بيعة لله أو ليست بيعة لله الذين قصروا في نصرة أمير المؤمنين هم قتلت سيدة النساء لأنه من هجم على البيت إلا من بعد هذا التقصير الذين قصروا في نصرة أبي محمد الحسن هم الذين قتلوه هم الذين قتلوا الحسين بن عليه صلى الله عليه وسلم الذين قصروا أيضا في نصرة أمير المؤمنين هم الذين مهدوا لمعاوية بن أبي سفيان الحكم ما تفكر المقصرة أنه والله يعني شغلي سهلة مش لحد الكفر لا سيكون لك حظ من هذا الدم وإحذر أنت أن تكون ممن حبس إمام الزمان صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن من الكافرين فلا تكن من المقصرين أعمالنا أعمالنا هي التي تحبسه هو القائل ولو أن أشياءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماعا في القلوب لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا عملك وتقصيرك وعدم فهمك للولاية وعدم البراءة من أعدائهم وأشياعهم وعدم إقامة الأصل الذي هو الولاية والفرع الذي هو ذات الإمام والتمهيد لهذه الحقائق هو الذي يحبس إمام الزمان صلى الله عليه وسلم وخيراته وبالتالي أنت الذي تحبس عن العامة أنت الذي ترشد الناس وتقلهم أنه فيه أخبار عن إمام الزمان وفيه شيء اسمه كأنه إمام الزمان سهل في تاريخ مين اللي قالك تحكيهم هيك مين اللي بعثك إلا ما تربيهم على محبة إمام الزمان هذه إذا ما قال أنه حاله والعياذ بالله وكلمة الحالي وردت أن إمام الزمان يشكو إلى رسول الله حتى قالت الأمة عني أني حاله دير بالك مسألة من نلعب والأيام الحسينية هذه حقائقة هذه تلبية أهل من ناصر ينصرني أنت تدعي نصرة أبي عبد الله يمكن لك أن تكون ناصرا لهواك وليس لأبي عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم عليه نصرة أبي عبد الله فيما قالها وأبكت إمامنا الصادق بأن لا نخرجهم من ولاية آل محمد وهذا ما كررت الحديث فيه علينا أن نحمل السلاح حتى نحمي بواطن الناس من مردة إبليس والشياطين هو الذي يقول في أطيق نعم ما هلك من هلك قبلكم إلا في ترك ولايتنا وجحوت حقنا هذا الأمان هذا الثبات هذا الذي يستدرج لك أمان الدنيا وأمان الآخرة ما تطلع بالدنيا وتشوف لدراهم النفط ودراهم الحج فلان والحج فلان شوف أمر إمامك صلى الله عليه وسلم عليه ماذا يأمر ماذا يقول لك وهذا معنى أن لا تبجح غنيا يعني صاحب دراهم احترمه لإيمانه وليس لشيء آخر لأن إيمانه هو شيء أغنى من السماوات والأرض كما يقول جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم عليه يقول لي صاحب الحاجة يقول أنت فغير أنت لست بفقير أنت عندك شيء لا يملكه أحد أتبيع ولايتنا بما في السماوات والأرض قال لا قال إذن أنت أغنى الناس ولكنك ذو حاجة وصاحب الدراهم عنده حاجات كثيرة أيضا قيم لإلك لو ليتك الغنى هو ولايتنا بباطنك هو حقيقة الجنة لكن اسأل الله أن لا يخرجك منها إمامنا صلى الله عليه وسلم عليه تحدث عن آخر الزمان وبلوى المؤمنين هذه البلوى التي ستخرجهم من ولايتنا إذا اختلط الزمان ورد عندنا في الأحاديث أنه في آخر الزمان لن تكون لأحد دولة وستكثر الرايات كيف السلامة فيها كيف السلامة فيها يمكن يكون كل خمسة إلى الراية شو بتعمل ويمكن يطلع واحد يقول لك أنا طالع بدي أنصر أهل البيت وأني خاص لأهل البيت وأني فاتح لأهل البيت مين قال لك هالكلام ولذلك ما قدر الله حق قدره ربما ذنوب تخرجك من هذه الولاية وما سأتحدث فيه اليوم هو عنوان كيف أن الإنسان يخرج من دينكم وليس من الدين من دينكم يعني فيه مصالح بدأت تتربط بعلي هلأ حديث إمام الزمان وشو منا بهالحكي نحن أمي ونطلع وننزل ومنتصل حق بيومين أنت ناسي أنك أمرت إمام الزمان في زمن الغيبة أن تدل عليه أن توقظ الناس إلى محبته لأنه من خلاله يأتي السلام والأمان والبركة والخيرات أم أنك قلت أن الخيرات ببعض دراهم أو بعض كراسة أو بعض مصالح يمكن أن تحصلها على حساب بيعة إمام الزمان صلى الله عليه وسلم وإلغاء اسمه وهويته من التشيح هناك أقوام سيرفضون ورد في الأحاديث أن أقوام من الشيعة سيخرجون وهم البترية سيخرجون لقتال الحجة ابن الحسن من الكوفة يعني هولي هيك الأدة تسكرت معهم وطلعين من حقدهم بدون يقتلوا شو عاملين وشو مسويين وفيه عنا الشذاذ من آل محمد وعنا بعض مصائب كثيرة مننا نكون متفاهمين وعي الله لذلك ما قدر الله حق قدره يقول إمامنا الصادق صلى الله عليه وسلم ما قدر الإمام حق قدره لأن تقدير الله في تقدير آياته تقدير الله في تقدير آياته نعم نرى أن من يقدر آيات الله كحبيب صلى الله عليه وسلم حينما يأتي إلى المعسكر تقول سيدتنا زينب صلى الله عليه من القادم علينا يا حسين قال هذا حبيب قال قل قالت قل لحبيب أني أريد أن أسلم عليه حينما سمع هذه الكلمة حبيب وحبيب أي مقام أي مقام أي مقام وصل إلى قيام كان يختم في الليلة كتاب الله وصل إلى مقام منا أهل البات في أنبياء ما قد يكونوا واصلين لهذه الدرجة بولايتنا أهل البات حينما سمع حبيب الحسين يقول له يا حبيب زينب تريد أن تسلم عليه جلس على الأرض وحثت تراب على رأسه قال من أنا حتى تسلم علي سيدتي ومولاتي زينب هذا الشيخ الكبير الذي فنى عمره في طاعة حضرة علي بن أبي طاب ولاقى ملاقى من البلاية وقضى في عبادة الله وطاعته ورابط نفسه وروحه وبدنه على نصرة الولاية حتى صاروا يقولوا عنه الكذاب وابتلاء الله بالشيحة أنا بدأت سلم مين أنا حتى أصلح هذه زينب زينو علي بن أبي طالب صاحبة العصمة التي يتمسك بها أنبياء الله الحافظة الراعية المربية الهادية مقدمة طربان آل محمد أنا من جسد تراب على رأسه دير بالك يمكن تخرج من الدين باستهزاء بفضيلة بإنكار فضيلة وانت نفكر حالك بعدك على الدين قال الإنكار هو الكفر بعينه إمام الباقر يقول عشرات ومئات الروايات ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه حتى تركنا الثقل الآخر حديث آل محمد آه رواية شو رواية تعالى هون هذه بمنزلة الآية وأصبحت والعياذ بالله نستهان بمقام حضرة زينة نبحث معصوم شو معصوم الله حق العصم للأنبياء زينة بصاحبة الحبل الإلهي واعتصم الذي دعي الناس والوجود إليه واعتصم بحبل الله جميعا قال علي نحن حبل الله الممدود وهي تقول تقبل منا ويقول نحن وهي تقول منا هذا الذي يخرجك طبعا هذا أمر يغضب حضرة أبو الفضل العباس صلى الله وعلى وإذا غضب غضب خروجك من مقام الولاية وحقوق الحالك لنفسك تعال إليك كيف وصلت حتى وصلت لمستوى أنك خرجت أصلا عن دين آل محمد وستحشر من شيعة آل أبي سفيان كما نادى الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه أقوام وديوا بالكم فيه من جيش عمر بن سعد ومن رمى مع عمر بن سعد لعنهم الله تعالى أقوام كانوا يبدعون التشيع وفيه أقوام من العام ما اجتوا ناصرة الحسين وفيه نصران ناصر الحسين وفيه شيع انطرد بعنوان هذا الليل فاتخذوه جملا وفيه ناس يدعون يزعمون يقول كذبة وأنا قدمت هذا البحث كذب التشيع مش كلمة بتنقال على اللسان في تفسير الإمام العسكري عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رح أمشي معك درجة درجة لقلك ان الاستهان ببعض الذنوب وبعض المظالم لوان رح توصلك وممكن تكون بتري وتشارك به 12 ألف اللي رح يحاربوا لك إسه لو فلوا واتخذوا الليل لا بيقفوا بحارب من الكوفة هذا ورد في حديث بترية وفيه شذاب آلي محمد إياكم والشذاب من آلي محمد وفيه مدعين وفيه دجالين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عباد الله احذروا الانهماك في المعاصي والتهاون فإن المعاصي يستولي بها الخذلان على صاحبها حتى توقعه في رد ولاية وصي رسول الله ورفع نبوة نبي الله ولا ولا يزال أيضاً بذلك حتى توقعه في دفع توحيد الله والإلحاد في دين الله هذا الإمام عم يحكي مش نحن عم نحكي الله سبحانه وتعالى عم يحكي الله سبحانه وتعالى عم يحكي أن الذنوب يمكن أن توصلك إلى رد ولاية وصي رسول الله بل نبوة محمد بل توحيد الله سبحانه وتعالى وقد يتصور الإنسان أن هذه الذنوب هي ذنوب الهوى مع التوبة لا حبيبي في ذنوب لآخر الزمان ولكوفة آخر الزمان تحدث عنها حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهم هذه الذنوب أنه في آخر الزمان يميز يخرج خير الخلق ويظهره ليميز به الخبيث من الطيب أول أمر سيبتلى به الناس في الامتحانات هو أن يمتحنوا في نصرة ولينا أو الاعتداء على ولينا انظروا إلى حضرة عليه صلى الله عليه وسلم في الملاحم والفتن لابن طاووس يذكر خطبة طويلة لحضرة أمير المؤمنين منها يقول في الكوفة يقول يبتل الله خير الخلق حتى يميز الخبيث من الطيب إلى أن يقول يا أيها الناس من خرج من ولدي فعمل بغير عملي وسار بغير سيرتي فأنا منه بريء فأنا منه بريء إذا بدك تطلع وتسوي دين على زوءك وتسوي حالي على زوءك وتسوي رايي على زوءك وتسير وتأول للناس وتسير تقولهم والله أنا فلان وأني فلان من ين جايب هذا الكلام كل يا حبيب الحج عندنا إلى قيام المهدي صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين نصبهم حضرة صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم هم الذين نصبهم هون خير الخلق طلع لك مؤمن صالح مرجع طقي ولي وبشوفك بتبلش فيه سبسبي لأنه بلش تعرض بمصالحك والله ما بتبلش فيه سبسبي شو بتعمل فيه بيكون هذا الزلم اللي عم بنصب حاله لا بيعمل شي بس هو قال أنا بيظهره شو قال يبتلي الله خير الخلق يعني بيظهره وقت اللي بيبتليه بيظهره شيخ بهجة بيطلع من حكي علابة هون مرجع الفلاني بيحكي علابة هون المؤمن السيد الطقي بتهون مش هيك للأسف بتفتح بعض الصفحات كأنه التهمة على أولياء آل محمد مرجعنا والأولياء شي بيشي بشعر الراس أولي أمر المسلمين شي بيشي بشعر الراس بتستحي تقولها لليهودي هل مستعد أنت تكون ملتفت أنا ممن امتحنني حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه بولاية فلان وولاية فلان أو لا ما امتحنني تحنني بالمؤمن تحنني بكذا انتحنني بكذا يا ناس طولوا بالكم ضربوا فرامات علّه قام عن دليل هذا وكان عابد لآل محمد صلى الله عليه وسلامه عليه هذا أول ميزان في الامتحان يبتل الله خير الخلق وين الأخيار بيطلعهم وبيطل حقيقة كل واحد من خلال تعامله مع هؤلاء الأخيار بتظلمه بتحكي عليه بتشتمه والعياذه بالله قد يصل عند بعض الناس أن يكون ولي أمله المسلمين عدو للدين متفت وانت غافل أنك مفكر حالك عم بتأيّد دين آل محمد مش هيك أو المرجع الفلاني أو الولي الفلاني أو التقي الفلاني أو الورع الفلاني الذي لم يصنع دين من رأسه بل جاء بحديث آل محمد وكان مخالفا لهواه لأنه ترك هذه المناصب أحب إلى قلبه من التصدي لها هيك مرجع هون ومرجع نجف ومرجع هيك بها السهولة لذلك ديروا بالكم إن لم يأتي بفاحشة مبينة بأي وجه شرعي أنت عابتحكي بأي وجه أي مرجع كان طقي أنا موعب خص شخص دون شخص ما دام عاب يتحدث بحديث آل محمد ومخالفا لهواه وتارك لدنياه قال له فعلى العوام أن يقلدون مش يجوا يذبحون نعم لو كان مفتر على آل محمد هذاك هالك هذاك أشر من يزيد بن معاوية كما ورد عندنا في الأحاديث أشر من يزيد بن معاوية ولذلك هذا أول ذنب أنه ولينا ما بتوالوه وعدونا بتقربوه وهذا ممن يستحقوا في الآخر الزمان حتى تعرف حالك كيف خرجت من دين آل محمد قال انظروا إن كنتم تحبون ولينا فأنتم تحبونا وليتوا وليتنا وبغضوا بغضنا وقت اللي بتبغض وليه دير بالك دير بالك وين بتصير وين حطك ولذلك ورد في الكافي عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سيأتي على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم وتحسن فيه على نيتهم طمعا في الدنيا طمعا في الدنيا تلكن عنا حديث عن رسول الله من تعلم علومنا ليباهي به السفهاء فليتبوأ مقرده من النار هذا علم وبدو بس لنه أنه يشوف حاله فيه بمجلس وعم يحكي حق دير بالك تكون عم تحلم يلحك الناس كما رجع وانت تريد أن تضلهم بهواك لأنه بعدين رح تفتتان في رئيس القبيلة الفلانية في هالدولة المجاورة حاكمها ما لازم داري وضيعت الناس لهؤلاء يبكي إمامنا صلى الله عليه وسلم لا يريدون طمعا في الدنيا لا يريدون به ما عند ربهم وأني بعدين إن شاء الله رح أقول شو ضيعوا ما عند ربهم وانه طلبوا من قربهم للسلاطين والمجاورين لهم قربا ظنن منهم أنه هيك المسألة بتركبهم يا حبيبي هاك ما بتركبلك أنت عبتأسس من سنى سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سنى سنة سيئة فعليه وزرها ووزره من عمل بها بعض الناس بيقلك ما مشكلة ما تقليد جعفر بن محمد مثل تقليد أبي حنيفة واصلة لها المستوى أنه ينزل جعفر بن محمد آية الله الكبرى إلى هذا المستوى على هول عب يبكي إمامنا على هول شو بده يخرج وراه خاصة أنه مفكرين أنه هذه راية جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم لذلك قال لا يريدون به ما عند ربهم يكون دينهم رياء مو حقيقة دين مراءات لأنه في أهداف لأنه إرادة الدنيا مش إرادة وجه الله دينهم رياء لا يخالطهم خوف أصلا ما عندهم خوف كله بيمشي ما مشكلة يلا مرئ مرئ يعمهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب له دعاء الغريق اللي الله سبحانه وتعالى ضمن للإنسان المؤمن إذا دعاه بدعاء الغريق أن يستنقذه أن ماذا يستنقذه هولي شو سببهم شو اللي أخرجهم من ولاية آل محمد أنه نصبوا أنفسهم دالين على دين آل محمد صلى الله عليه وسلم دالين على إمام الزمان ولكنهم طلبوا من ذلك الدنيا والجاه كيف والله فلان المرجع الفلاني بيصير مرجع وما أنا بمشت لحيطه بيشف لهك شوية شاب ما أنا كمان آية الله شو المشكلة يا عمي دير بالك دير بالك للقادم لأنه رح تشوفه قدام أخطر بكتير من اللي شفتوه مرء عليكم لمرئ شي سهل لمرئ شي سهل وفي مستدرك الوسائل هذا الذنب إذن الأول الذي يخرج أن تعمل بهواك وتنصب نفسك راية وتدل على طريق آل محمد وأنت طالب للدنيا تسكت عن البراءة من أعدائنا وتقول أنها شيء واحدية وهذا هي كتقليد المراجع عندنا هذه خطوة ضلت وراعي صار أبو فلان وأبو فلان معصوم على العيادة بإذنها في مستدرك الوسائل تريد من ذلك الدنيا الشهرة بياخذ الشيعة على وانا فبوتهم على مجلس يزيد بظهرهم من مجلس يزيد مو هم منه المهم أن يكون هذه الراية وهذا المرجع وهذا الولي وهذا ما أدري شو ويمكن يدع المعرفة والعرفان والسير والولاي هو ما يخذهم عند يزيد ابن معاوية في موازين للحق بل ستكثر الكذابة والدجالين في مستدرك الوسائل على النبي هذا ذنب يخرج ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أنكذبوا بآيات الله نحن أننا عن الكوف القدم هي التي تسلم بالأصل وتخالب بالفرع في كوفة آخر الزمان لا أصل ولا فرع أساسا لا أصل لا فرع بل أهواء وطلب للدنيا تخبث سرائرهم كما قال رسول الله وأنا تلوت لكم تكثر الصفوخ ويكثر الضجيج في المساجد وهي من علامات آخر الزمان ومن علامات عدم الصلاح يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يأتي على الناس زمان دينهم دراهمهم بلشت تنقل بالموازين أقل ما يمكن بالكوفة كان يقولوا هذا طق كوفة اللي اتقبل بعدين بآخر الزمان يبتليهم بخير للخلق يقولوا هذا كذاب نافئ بده دنيا بده هو يا حرام يقول له نتركون يعيش بالجبل يخيشوا بدكم فيه بكوفة أول الزمان هكذا حتى ذهبوا وأخرجهم الله إلى الكفر وقتلوا الحسين بن علي وقصروا عن نصرته وقصروا عن نصرته بكوفة أول الزمان كان في هذا الليل فاتخذوه جملاً بكوفة آخر الزمان ما في هذا الليل فاتخذوه جملاً لأن الصوت سيدخل حتى على المخدرات في بيوتهم هذا الزمان أول خروج فيه أنه يبتليك بخير الخلق لكوفة آخر الزمان ومن ثم يبتليك بالذين يعملون بالأهواء ويريدون الدنيا يعني ليس مخالفاً لهواه يعني وقتلئ لك التفت من كان مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوا إشارة مما يعني أن هناك فيه أقوام مرحل لن يخالفوا أهواءهم كيف؟ منقلهم نحن ولينا بتهتموا فيه مواساة الأخوان هو يقول لك لا ما بتركب معي هيك وقتل بتقول بتحط فكرك قدام حديث آل محمد أنت ممن تطلب الدنيا لذلك أنا قلت أن السياسات يجب أن ترسم على شعار وضعه إمامنا الصادق في زمن الغيبة وفي زمن الفترة قال صدق الحديث وأداء الأمانة هو مواساة الإخوان ومواساة الإخوان قلت أن أن في جنود العقل والبراءة من جنود الجهل على هذا نتعاون يقول يأتي على الناس زمان دينهم دراهمهم وهمهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم يركعون للرغيف ويسجدون للدراهم حيارة سكارة لا مسلمين ولا نصارى حتى نصراني مش رح يكون يعني الهم الأكبر واللي رح تنقاض فيه الناس إلى الخروج من هذا الدين هو عنوان العيش المعيش بيقول لك ما أنا إذا تركت نصرة فلان ونصرة فلان وين بدي عيش وين بدي الكاب ما أنا عبي يعطيني ألف دولار وعبي يعطيني جوائز وعبي يعطيني فلان وعبي يعطيني فلان ورسول الله بيقول لك هذا الذي سيخرجك في آخر الزمان من ولايتنا من الرغيف الذي هو مقام العيش ومن الدراهم التي تريد أن تزخرف بيها بيوتك وتأتي بها إلى نساء قبلتهم التوجه القبلي بمعنى التوجه شو بدى المرة حتى أعملها لو بدى الحرام بروح بعملها بدى تركب السيارة الفلانية بستعد روح أظلم وغش وإفتن وإزيع الخبر وإقبض على كل شي حتى أأتي له هذا معنى القبلي أي التوجه دير بالك هذه كوفة آخر الزمان والدين بالنسبة إليه يعني درهم والهم بالنسبة إليه هو البطن والقبلي هي النساء شو بات؟ بدل ما تعلمتك والله علمتك كيف تخرج من داوي آل محمد هي فتنة أولادكم وعمالكم فتنة اكتفتت شيء من الأيام إلا في آخرة سواب الله سبحانه وتعالى أوسع إنه لو كم من مال الحلال هذا بيؤذي قلب الإنسان الفقير المؤمن ومن آذى لنا قلب مؤمن وأصلاً أنت غنيت إلا من الحرام وإلا ما جوعت فلان وفلان هذا من كوفة آخر الزمان أن تصبح شو بد من هذه الزينة وربما كل سنة وسنتان بتشيل عفشة وبتغير وربما بتقول له كيف بتخلي فلان يتناوط عليك واذاك المسكين لا بيكون هيك ولا أي أدبوهم بعلوم آل محمد قلولوا الله يا عمي في طريق للآخرة في طريق للكذا ولعل طلباتها هي الدنيوية أكثر من هي أخروية لأنها يقول دينهم ماذا دراهمهم يركعون للرغيف ويسجدون للدراهم حيارة لا مسلمين ولا نصا ها هونيك قال له عابد يخرجون من الدين ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون نعم أنت صرت مستهزئ أساسا لأنه قبلتك مش الكعبة قبلتك هون شو بدل تنفذ له وشو بدل تركع له ظنن منك أنه هيك بتشوف حالك قدام البشر والدنيا سليني وبروحه بسوي عبد ذليل لرغيفه لدرهم مش بعيش بعزلي بالدين بقول لأ لأ هذا أخي المؤمن يجب علي مواساته ما بجزلي أطعم فيه هلأ المواسات مو بس بالدراهم حفظ كرامته حفظ عياله حفظ أولاده الدعاء له وأنا تلوت مفصلا تشيع جنازته زيارة قبره زيارته المشي إليه إذا كان مريضا خدمته الصدق معه هذه من هذه الحقوق هذه إنسة بكوفة آخر الزمان يسلم منه هو وكل شي منيح ما يكدله وكل شي منيح لأنه أول شيطان وقتل بده يجي لعندك بده يقول له هذا جاي لأجل مصلحة صاروا الناس إذا تزاوروا ظنوا بأنهم أرادوا مصالح وربوا الناس على هذه الحقيقة ليه ما هو أخ جاي حاب يتوانس معك يتقانس يحقق مواساة الإخوان هذا حق ومعصيته أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر رسول الله يصف حقيقة السكارة بأن هؤلاء الذين دينهم دراهمهم وهمتهم بطونهم وقبلتهم نساءهم يركعون للرغيف ويسجدون للدراهم سكارة هذا لا تقرب الصلاة وأنتم سكارة إذا كانت حقيقتك أنت يا حبيبي مش عم بتصلي ولذلك في زمن ابن مهزيار فتش على الإمام بيوم من الأيام هذه القصة طبعا طويلة أنا أذكر موطن الشاهد منها يقول أنه فتش على صاح راح كثير على الحج حتى يلطق بإمام الزمان والعبرة بغض النظر عن القصة والعبرة فيها وهي مرجده قال لحنما أتي به إلى الفالك الواد قال حضرة المولى صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم طبعا بعد ما يوصفه بجمال شيء يستر العقول والله يا أبا الحسن قد قدنا نتوقعك ليلا ونهارا إمام الزمان يقول له نحن أصلا كنا متوقعينك ليلا ونهار أنه تجي فما الذي أبطأ بك علينا ليش بعدك لهلأ ما جيت لعلم قلت يا سيدي لم أجد من يدلني إلى الآن قال لي ألم تجد أحد يدلك ما في حدا بالشيعة قادر موصول بإمام الزمان وأنت من عيلت ببيوت الأطقياء والأطهار يا أخوان روحوا تفرجوا بيوت الأطهار كان الإمام قال له أنتم مقصرة ديروا بالكم شحار حالنا نحن اللي بيهون علينا ظلم المؤمن وأولياء آل محمد وركبوا لأمور بالأهواء هيك هاي دي بدأ تمره لا قال لي ألم تجد أحد يدلك ثم نكت بإصبعيه في الأرض المولى فكار ثم قال لا مش أنه ما لقيت حدا يدلك وهي دي حقيقتها كيف منوصل لإمام الزمان صلى الله عليه وسلم هذا اللي حج تلتين حجة وكل حجة يجمع من سنة بس لا يلتقي بيه يعني هو جاء هذا البيت ليعرض ولايته على إمام الزمان يعني حق الحج قال لا إمام الزمان يقول لا مو أنك ما وجدت من لا يدلك شو يا مولاي قال لا ولكنكم كثرتم الأموال وتجبرتم على ضعفاء المؤمنين وقطعتم الرحم الذي بينكم فأي عذر لكم لا أنتم مطرودين مش ما لقيت ما حدا يدلك لأن من كانت هذه صفته يكثر جمع المال ويستضعف المؤمنين ويتجبر على ضعفاء المؤمنين ويقطع الرحم وأعظم الرحم هم أولياء أهل محمد بزمان الغيب هؤلاء هذا هو السبب اللي ما وقدرت وصلت لعنا هوليكي مش إنه ما لقيت دلال هذه الأمور هي التي طردتهم وماشاء الله كيف لو صار بكوفة آخر هدي بأول الزمان كيف لو صار بكوفة آخر الزمان دينهم دراهمة هون هوني مش دينهم دراهمة هون عندهم دين بس يخيمانا مصار وهيدا المؤمن شنو أتزوج من عنده هالي عائلته فقيرة وهذا عائلته ما أدري شنو ها مش هيك الأمور تقاص هذا أبمنه مثلا بالمجالس أنا أتزوج من عائلة فلان وماشاء الله بيمدى لفلان من هون لآخر الشارع يعني قد ما بتصير كبيرة وبأيسب الضراهم أما بيت الصالح المؤمن التقي الورع الوفي هذا بالنسبة لك ما بيعني لك شي بالنسبة لك هيدا ما بيعني لك شي نعم إذا ما عني لك شي افهم أنت من القسم اللي عددوا رسول الله دينهم دراهم لأن الدين هو الانجذاب الدين هو الحب وهل الدين هو إلا الحب والبغل إذا كنت بتحبهم لأجل هك فروح أنت هون حقيقتك يا حبيبي بتقوله مؤمن صالحة سادة أولاد رسول الله مربايين ما بيعني لك شو دورهم هون بالمجتمع شو قيمتهم ابنت مين بنت وزير والله بنت نائب والله بنت ما أدري شيخ الفلاني والحج الفلاني اللي عنده هالشركات شو هذا الكنام يا عمي في قد تكون أنت دينك هيك وأنت مش ملتفت وبيهون عليك تحقير المؤمنة الصالحة والطقية والعلوية وغير ذلك هديك بتضرب مئة حساب إذا بدك تحكي معها هادي بتهجم عليها وعلى عرضة كيف كيف هذا قيمت كل إنسان بكم ليرة وراه وكم شركة وكم بارودة شو هذا الكنام شو هذا الكنام نعم دينهم دراهمهم كل شي بيفتش عليه بيفتش عليه من باب شو له موقع هذا بالمجتمع وما بيعنوله شي ضعفاء المؤمنين بالعكس هناك التجبر عليهم وهذا مما سيحجب عن إمام الزمان صلوات الله والسلام عليهم قال ولكنكم كثرتم الأموال وتجبرتم على ضعفاء المؤمنين وقطعتم الرحم الذي بينكم فأي عذر لكم فقلت التوبة 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 الإقالة الإقالة ثم قال يا ابن مهزيار لو لازتغفاروا بعضكم لبعض لهلك من عليها إلا خواص الشيعة اللذين تشبه أقوالهم أفعالهم يا حبيبي أنت اللي معك مصاري دير بالك واللي صاحب جاه دير بالك وصاحب وجاء يمكن أنت عايش باستغفار بعض المؤمنين اللي عم تتجبر عليهم بيقل له لخصفة نعم لهلك ثبات الأرض بأوليائنا ثبات الأرض بأهل طاعتنا مش أنه بيتمسخروا على أصحاب المال لا ما بيعنيلهم شيء بقول هذا صاحب حاجة هذا صاحب حاجة صاحب المال عنده حاجة أنه مثلا كله زوجي طائعة ولد صالح ولد مش مريض وانت عندك حاجة بيدرهم يعني كلكن أصحاب حاجات كلكن أخوان أنا ما ابني أنا بهذا الجاه ابني ما بياخد إلا ابن فلان بهذا الجاه شو هالكلام شو هالكلام كريت تفكيرك أساسا قائم على هذه المصالح لأنك منجذب وإذا انجذبت فأنت محب وإذا محب فهذا هو الدين الدين هو الانجذب ويمكن تكون منجذب للجبابرة وللمخالفين لآله محمد صلى الله عليه مجمعين وبتتميز بضعفاء المؤمنين وبتتميز بأول ميزة يخرجوا خير الخلق ليميز به الخبيثة من الطيب بالقبل أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم أحد غيري في آخر الزمان الله سبحانه وتعالى قال لا أنا بآخر الزمان بخرجهم وبقصد أني أخرجهم حتى ميز من الخبيث ومن الطيب لأنه ولايته ولايتنا وبغض وبغضنا لا تدعي حب عليه أنت تكره والعياذ بالله سلمان وأبو ذر وغيره لا طول بالك ما تسرع للأسف اليوم بتشوف بعض الناس على بعض المحطات سرعان ما يتهجم وهو بيدعي ما شاء الله نصرة الولاية بعضهم بيدعي نصرة الولاية وفيه أناس يعني مضبط قد يكون فرعه ولكن عنده مشكلة بأصله في بعض الناس لا عند الله أصل ولا فرع هذه هي عناصر القروج من الدين التي بكاها في زمن الغيبة إمامنا جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم إذن ما الحل إذن الخطر متضاعف كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروف مو يؤمر بالمنكر أنت مش هيك أنت مش على الدين أنت ما بتطلب دنيا أنت أصلا خلاف الدين أنت أهذل لش فيه هاك بيقلك يا حبيبي اللي موحشك من هذا الطريق الله سبحانه وتعالى حاطط له من يأنس أدك عما اليوم مرة لذلك يبكي حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء في آخر الزمان وقد سماهم إخواني إخواني سماهم طبعا أنا جبت أمثلة عن أشخاص مش من يعني أنه غيرهم مش هاك لا وقد يكون صاحب دكاني هاك وقد يكون إنسان مؤمن هاك مهم أن لا يفتري على دين آل محمد ولا يعمل بهواه ولا يرائي يقول أنا من أولياء آل محمد وهو يريد الدنيا وهو يريد غير ولاية آل محمد هذه العنوان متى ما حققت أيها الأخوة علينا الالتزام والمرأة اللي بدت إلاك روح السروق إلا السرق أحوام ورح يلتف علي وعليك ورح يموت ابني من وراء هذا الأمر ورح يقع بزرية غير صالحة والله سبحانه تعالى رح يطالبني اتق الله وعيها إذا كان هذا هو الخطر إلى هذا المستوى وشعاره الأكبر كما تلونا في كل الروايات هو عنوان توقير الأغنياء والطربيت يعني دي مصطلحنا اللبناني هيتل ربت معها ودي ومع هون والحمد لله اللي ربطوا بقيوا فقراء وأكثر من فقراء ضلوا أضلوا وخربوا نعم نعم أنت استهنف بالمقامات لأنك أساسا رحب ملأت بطنك من ماذا من الحرام لذلك سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يقول حينما قال له الشمر ولعنه الله ما نفقه ما تقول يا حسين قال وكيف تفقهون وقد امتلأت بطنكم من الحرام إيه ساعتها وقت اللي بينذكر فضل أولياءك وأرباب نعمك عليك شالحك اللي عم تحكول إياه طبيعي هذي نتيجتك لكن أعلن عنوانك حتى تعرفني حقيقتك مين حقيقتك أنك خرجت من الغربال نحن أوفق بنعال حضرة قبل فضل العباس من أي شيء في هذا الوجود من أي شيء السيوف كانت بأيدي المسلمين وسيدة النساء قالت لهم فاحتلبوها دمان عبيطا وفتنة عمياء وبعدهم هل حديت هلأ وكل يوم كل واحد عنده دراسة كيف تيصلح الأم وكل ما بتزيد تعقيل لأنه بيقل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما زاد الزمان كلما ساء الأمر الحل بولايتنا لذلك يخرج كثير من الغربال مش معناتك أنه مرأتك بامتحان عام لا يا حبيبي أنت بمرأك مع مرتك وأنت بمرأك مع خيك وأنت بحسم أمرك بكلمة بتلاقي فيها إنسان مؤمن هيك الغربال ما تفكروا أنه في شي يعني مثل الأمر هذا معنى أننا جميعا تحت الامتحان وأول نجاة من الامتحان أن يكون آل محمد هم الميزان عندك نحن الموازين القص أمرناك باحترام المؤمن حتى لو كان فقير أنت شو عم بتساوي مين عم بتبجح مين عم بتفرشله الصفر مين عم بتلبسله أجمل الثياب رحمة الله على السيد روح الله الموسوية الخميني إيجا رئيس وزراء دولة عظمه ما تدجريه وما لبس له وما بيعني له شي لكن حينما أخبروه بأن الشيخ الأراقي يريد زيارتك قام السيد روح الله ولبس أجمل ثيابه وتعطر وانتظر هذا الولي على باب الدار ليقدم قبل قدومه هذا عمل بسنة كما قال عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال يا أيها الناس من خرج من ولدي فعمل بغير عملي أنا بروح طعم الفقير وأني بوقف على بسط ميثام وأني بقضي بالمسجد وأني بطلع بأدن وأني بحمل الكيس وببرم بالليل وأني بقضي في هذا بالحق وأني ما عندي جماعة وما عندي حجاب فوق الحساب وفوق العقاب وصار بغير سيرتي فأنا منه بريء لماذا بيحترم أولياء الله ما ممكن أنه يدعى أنه صار بسيرة علي بن أبي طالب لذلك السيد روح الله وقف على الباب وانتظروا وادهان له وذاك الرئيس وزير خارجي بالنسبة لأيلي ما عنديو شيء هذا مثل من المؤمنين الموالين بأي وجه هذا تدخل عليه التهمة والعياذ بالله وهو ولي آل محمد مش بس هو كل المؤمنين كل علمائنا الأطقياء بأي وجه دير بالك دير بالك إلهي بحضرة إمام الزمان صلى الله عليه وسلم وببركة أيامنا هذه المتولدة من آهات زينا أسألك بهذه الحصرة أن تربط قلوبنا على محبة ولاية إمام الزمان لنسلم أنا ذكرت اليوم المشاكل في الكوفة آخر الزمان لكن ليس معنى ذلك أنه ما وضع أمان أنا غدا إن شاء الله سأتحدث عن نيزان الأمان في هذه الفوضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر